فكتر يمكن قدر رجال الشرطة الحقيقة هو أنه لازم طول الوقت يكون فيه يقضى أمنية مستمر الحقيقة في الشك أكيد وللأسف يعني المنطقة بتواجه تراجع أمني بشكل مش بسيط وده بيخلي يمكن المنظمات الإرهابية بور الإرهابية مرة تانية بتحاول أنها تعيد تمركزها وتستعيد قدرتها مرة أخرى إزاي رجال الشرطة المصرية طول الوقت قدرين يعززوا من استمرار هذه اليقضى الأمنية وأيضا التكاتف والتعاون الموجود في كافة قطاعات أيضا وزارة الداخلية هو زي ما حاجة أشارتي التدعيات اللي حوالينا الصراعات اللي حوالينا دي بتكسر من الجريمة ما فيه الشك بتسهل تحرك المجرمين سواء إرهابيين أو حتى على مستوى تجارة المخدرات بتكسر جدا في المناطق اللي فيها بقر صراعات شيء بيسهل عليهم هما دي بالنسبة لهم طربة خصبة يقدروا يتحركوا من خلالها وبالتالي لازم فيه ضربات استباقية للأجهزة الأمنية ومتابعات مستمرة لهذه البقر وظبطها وده اللي حاصل سواء من الأمن الوطني سواء عندنا برضو الإدارة عامة كافة المخدرات مجهودها يعني مجهود برضو الناس كلها بتشيد بيه ويستحقوا الإشادة دايما الحمد لله يمكن في فترات لحظة حضرتك فترات الحروف فترات التدعات الدولية أو الإقليمية اللي حوالينا إما بتتصاعد بيكتر الضبط يعني إقدارة المخدرات يمكن في الفترة اللي فاتت دي زبط عدد من الأضايا أضايا كبيرة جداً لأنهم تجار المخدرات أو العصابات الإرهابية أو العصابات المخدرات اللي اتنين بيستغلوا هذه الظروف أو بيستغلوا هذه التدعيات في إنهم ينشطوا ويبدأوا يحاولوا إنهم يكونوا بقر إجرامية ويرتكبوا جرائمهم إنما الحمد لله سواء على المستوى ده أو على المستوى ده العمليات الضبط بتقول إن إحنا لنا ضربات استباقية قدت إلى نتائج إيجابية قللت كتير جداً جداً من دخول المخدرات مصر قللت كتير جداً جداً ما عادش يمكن تقريباً مش عايزين برضو نقول إن انتهى الإرهاب ولكن ما بقناش من فضل الله سبحانه وتعالى نحس بيه خالص تقريباً أصبح غير موجود ونقولنا مش هنقدر ممكن يحصل عمل فردي ممكن ممكن كل ده قائم ما فيش حد يقدر ينكر إن الجريمة لا تمنع في يوم من الأيام ولكن الموقف بالنسبة للأمن في مصر لا الحمد لله الأمن مستقر إلى حد كبير جداً ده بيؤكدوا كمان يا فندم معدل عمليات الإرهابية اللي كانت بتتم شوف كانت كام في يناير 2016 وشوف دلوقتي هي ما هو اللي بيحكم عملي أنا ويبين مجهودي أنا هو الإحصائيات والمقارنات أنا باجي على فترات زمنية معينة بكارن ما بين سنتين في التسعينيات وسنتين في الألفين وهكذا ده اللي بيقول إن أنا ماشي صح حالاً ماشي غلط أنا لو أنا ماشي صح خلاص أنا بكمل في هذا الطريق أنا عندي سلبيات بحاول أتلاف هذه السلبيات وعالجها بحيث اللي جاي بقى أفضل يعني وده اللي حصل مع وزارة أخلاقش الكده الاستراتيجية اللي حاجة سألت عليها في البداية بتتغابس ومستمرة ما أدرش أنا أحط استراتيجية متجمدة وتعف عند حد معين لأنه زي ما أعطتها وخاصة أن المجرم بيستغل كل ما يجده من ظروف سواء كانت هذه الظروف سعادته مادياً بتكنولوجيا حديثة أو ظروف سعادته نتيجة إن هي فرضت نفسها زي التدعيات اللي موجودة في الدول اللي حوالينه وزي ما حد لك قلت مثلا يعني هو عارف مثلا أنت مركزات رجال الشرطة أماكنها ثابتة ومعروفة فهيبتدي يتفادي الأماكن اللي هم موجودين فيه فلازم تكون الخطة دايماً متغيرة ومارنة بحسب الوضع وخلي بالحاج برضو يا الأكملة الثابتة دي أصل لها أغراض معينة تتعلق بقى بضبط عضايا متعلقة بالأحكام وتنفيذ الأحكام إنما الشغل اللي مش ظاهر على الأرض هو ده الشغل اللي بيكون نتيجة تحرياته ومرأباته وملحظاته ومجهود بيبذل في الغرف المغلقة قبل أن يظهر في الشارع أو على أرض الواقع